بربا لكي يطلع لكم لكي يطلع لهم للسكر وكي يطلع لهم لاتونسيو درست الدورة السابعة المشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية المنعقدة يوم 30 و 31 جنوبيل جاري عدة مواضيع الجمعرام يدرسوا ويتلاقاوا. شكونوا يتلاقاوا اليوم؟ قال لك درسوا في الدورة الخامسة لللجنة الحكومية المشتركة رفعة المستوى على مستوى من؟ تندرج في إطار تشاور الحوار السياسي الثنائي وقد شكلت مناسبة لدراسة وضع علاقات تعاون بين البلدين الجزائر وفرنسا في جميع المجالات وبحث الاستحقاقات الرئيسية التي ستبرمج في أجندة التعاون الثنائي خلال السنة الجارية لا سيما الدورة الخامسة لللجنة الحكومية المشتركة رفعة المستوى بين الجزائر وفرنسا لما سحبوا السافير جزائري هذا كأنثار داود وقالوا قلت لكم هذا كله ذر الرماد في العيون هذا كله تمسخير ما يقدروش واستعملت هذا المثال الشعبي عدة مرات واش يدير الميت في يد غساله النظام الجزائري كشخص ميت وكين واحد يغسل فيه باش يدفنه النظام الجزائري فيد فرنسا أكثر من الخاتم في يدك أنت أو أنت نظام الجزائري فرنسا شداته طول وعرض شرق وغرب شمال وجنوب داخلت لهم في بوطنهم وفي غرف النوم وفي أشياء كثيرة وما وراء غرف النوم نظام الجزائري لا يستطيع نظام عميل مرتزق جبان خائل للبلاد وهو آدات استعمارية المستعمرين أو أنه بزاف كين الروس كين المريكان كين فرنسا وآخرين كين الصين دخول الإمارات دخول القطر دخول سعودية دخول الأتراك كثرو الآن كثرو في زمان كانت فرنسا أساسا وشوية الروس هاي المشكلة تع نظام فابلي تع نظام فاتيجي تع صح في الحقيقة مش فاتيجي تع نظام تع نظام على يحتضر ولذلك الخطورة اللي برات خوتنويفا مواش يدخلوا في مناوشات بناتهم بلادنا في خطر حقيقي لأن النظام يحتضر وهو الدولة وش معناه؟ معناه الدولة راي تحتضر الدولة راي أغونيزون داينك يجب فصل النظام عن الدولة إلغاء النظام في المزبلة وإخراج الدولة من الأسر وبناءها وإعادتها إلى صناعتها دولة مدنية هذا اللي يجب أن يحدث أنا نقراك في هذا الخبر كما تناول الجانبان خلال هذه الدورة التي نظمت على مستوى الأمناة العامين لوزارة خارجية البلدين وذلك برئاسة لما كنا عرف هذا اللي رجعي اسمه وذلك برئاسة شاكي برشيد قايد من عام وزارة شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من الجانب الجزائري وفرانسوا دولاتر من عام الوزارة الفرنسية لما شفت شاكي برشيد قايد هذا نعرف شاكي برشيد قايد عرفت أول مرة لما ذهبت في تربص السنة الرابعة إلى أقصى تقريبا بلد في إفريقيا كنا في السنة الرابعة نتعنا للتخصص ديبلوماسي كانوا يبعثون ثلاث أشهر أو ربعة أشهر إلى بلد إلى سفارة جزائرية في ذلك البلد تتعلم لأنك العام الجاي رح تولي ديبلوماسي وبعد سنوات تولي في هذه السفارة فعنا عنا تربص نديره في إفريقيا في أربع شهر سنة كلهم السنة الرابعة في ثلاث شهر في ثلاث شهر ثلاث شهر لكن من بعد نقصوا ننتعى الخارج ذلك الوقت كان طاحت أسعار البترول هذا الكلام رح نتكلمه الخمسة وثمانية ستة وثمانية تحت أسعار البترول ما لا قال لك ويرحوا دايما يروحوا لحواج سهلة ينقصوا منها نقصونا من تربص بدل ما رحوا ثلاث شهر رحنا شهر رحنا نذكر ما زلت أتذكر رحنا في 20 نوفمبر 1985 ورجعنا في 21 ديسمبر 1985 وكنت أنا وزميل لي يسمى مولوت مولوت بصبيح حقروه من بعدنا لما ذهبنا إلى زمبابوي وانتقلنا لها يعني الجزائر كانت تكلم على إفريقيا 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 ما كانش طائرة من الجزائر إلى إفريقيا رحنا لفرونكفورت رحنا لألمانيا في قلب الشتاء في نوفمبر 1985 ومن ألمانيا من فرونكفورت رحنا إلى زمبابوي وزمبابوي كانت جميلة جدا كانوا الاستعمار غير كما خرجها خرجت بريطانيا منها في 1980 وكانت مازالت من أجمل وعندهم مناخ رائع لما رحنا هناك كان الصيف رحنا في الشتاء وما كانوا في الصيف وكانت درجة الحرارة تدور في حدود 24 جميلة جدا ومناظر جنة في الأرض يعني اللي هي عاصمة حراري الآن كانت عندها تسمية أخرى زمبابوي يعني بريطانيين كانوا مسمينها تسمية أخرى روديسيا أعتقد كانوا مسمينها فلما وصلنا هناك لقينا هذا شكيب قايت وكان يومها هو سكرتير أول واستقبلنا إلى آخر إلى آخر لكن مش هذا هو المهم المهم أني لما جيت البريطانيا وتركت الدبلوماسية ورميت لهم كل شيء بما في الجوز الأحمر وكنا في يوم مرة كان عندنا كانت كينا محاضرات على الشأن الجزائري وكانت بريطانيا تغلي بالشأن الجزائري أنا ذاك كانت المجازر والقلاقل كنا في 97 لا ما أتذكر كانت 97 بداية 97 فصدفة أنا التقيت وأنا داخل أنا كنت من الناس اللي رح يلقي كلمة يعني فلقيت أمام الباب كان دبلوماسي هنا في يعني شوية بعيد المدخل بحوالي خمس مترات يبدو أنه كان ينتظر فيه الدخولي باش يقول لي زوج كلمات هني أول مرة نقولها فلما جيت مرة أنا معرفتوش يعني مارض مباشرة هو قال لي سي محمد أهلا أهلا وشراك شفتو أهلا أشراك لا باس مثل قايد شاكيب قايد قال لي نعم ذكرته يعني ما بوجهه ما كانش فرق كبير أنا ذاك أنا تكلموا 97 وأول مرة كنا تلقينا في 85 فكان كان لطيف جدا وقال لي رأنا معاكم بقلوبنا رأنا معاكم بقلوبنا اليوم هني عرفت باللي رأي أمين عام وزارتي ما أرأكم ربما ما ربطتوش الأسم هذا هو اللي اسماه بابا أحمد أحمد قايد أحمد قايد هذا كان مجمعة وجدة وكان من الناس اللي قادوا الإنقلاب كان كان زعيم مع أبو مديان وقادوا الإنقلاب على بن بلى وبعدين قلبوا عليه وفر مرة أخرى كما فر بوضياف فر هو أيضا إلى المغرب وتعرضت الأسرة إلى شردهم مع أن أحمد قايد هذا كان معروف كان هو مسؤول الحزب حزب لا فلان أنا ذاك وكانت عليه نوكة كثيرة جدا جدا أحمد قايد هذا في الأخر مات من بعد نظن مات في المغرب لستعرف إذا مات اغتيال والله مات موت طبيعي أعتقد أنه مات موت طبيعي لكن مات هناك وصرته ضمرت تماما حتى لما جاء شادلي باش دخل ابنه هذا إلى عاودوا دخلوا عندهم الناس دخل ابنه شاكيب قايد إلى وزارة الخارجية باش يعاوضوا شوية على مضاع من سنين أعمارهم والآن هننشوف أول مرة نشوف اللي هو أمين حام وزارة الخارجية